لا تبعد هذه المنطقة من بناي الدائرتي البلدية والمجاريس ومئات الأمتار لأن النفايات والمياه الآسنة تخيم فيها هنا شرق مدينة بعقوبة في جرف الملح العوائل تضطر لدفع الأموال للتخلص من النفايات وشق طرق لمياه المجارية ما يصير لا بلدية لا أحد يجينا لا أحد يواصلنا لا أحد يندق بينا ليش مو منطقة مو هم شريفة مو بيها عوائل مو بيها طفال أما الغريب في الأم تخصيص قطع أرض لبناء مخازن للمواد الغذائية للتجارة بالقرب من المنطقة نفسها مما زاد من تراكم النفايات وانتشار الأمراض بسبب رمي بعض المواد منتهية الصلاحية التي يتناولها بعض الأطفال الساكين بالقرب من هذه المخازن دائرة البلدية وكالعادة تتعذر بقلة التخصيصات والكوادر رغم الميزانيات والإمكانيات لديها وهناك قانون ورقابة على أصحاب المخازن إلا أن وقت رمي هذه النفايات غير معلوم لديهم بحسب القائمين عليها نحن كبلة بصراحة إمكانياتنا نوعا ما محدودة من ناحية عدد الآليات والعمال فبصراحة موضوع النفايات اللي بديش المنطقة إحنا مكلفين عندنا مجموعة آليات ثقيلة ترفعها بشكل أسبوعي مرة أو مرتين أسبوعين ولكن بصراحة هذا الموضوع تقريبا غير كافي وبالإضافة إلى عدم تعاون بعض الأصحاب المخازن بطرحهم المواد التالفة بصراحة اللي يرفعها بعض المواطنين اللي بصراحة من المنطقة حالتهم ضعيفة منسبب حالات تسمم صراحة سنوات وهذه المناطق تعاني من تراكم النفايات والمياه الأسنة والعمل آمحة من انفراج الأزمة بالوقت الحالي مع زياد المناشدات من قبل المتضررين من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة